مساء الخير الحلقة الست عشر والأخيرة من مسلطة النعمة الأفوكاتو بتبتدي الحلقة ونعمة في البيت ومصدومة من إنها حامل لكن مريم طلبت منها أن يتنزل البيبي وكل اللي عادين معاه محترين اللي قولها نزل البيبي واللي قولها خليه لكن نعمة بقى كانت تايا وعيشة في دنيا تانية خالص كانت عملة تفكر هتعمل إيه في البيبي وبابها قال لهم صبوها هي تعرف تتصرف ياسين بقى كان في بيته وصارة كانت نايمة وهو عمال يتصل بنعمة ونعمة مش بترد عليه ونعمة راحت لبيتها القديمة اللي كانت عايشة فيه هي وصلاح وقعدت تفكر أيامهم مع بعضه إنها كانت عايزة تحمل وهو كان رافض وطلبت منه أكتر من مرة لحد ما وافق ياسين بقى كان لسه بيتصل بنعمة ونعمة ردت عليه وبيقول لها أنت فين أنا عملة تصل بيكي من بارح وانت ما بترديش نعمة قالت له مفيش حاجة أنا بس ما كنتش عارفة رد عليك ياسين قال لها وعمل إيه صارة هي صحت ودخل تاخد دوش ورجعت كلمت ياسين تاني وقالت له خليها عندك لحد ما قولك مشيها نعمة في الوقت ده اتصلت بصلاح وبتقول لها أنا مش عارفة أنت جيت مبارح وعملت كده ليه صلاح قال لها بقولك إيه أنا مش عايز تضع على الصبح قولي اللي عندك نعمة قالت له أنا هقولك من آخر صارة بيتها عند ياسين الألفي صلاح قال لها طب أنت عرفت منين قالت له أنا بعدت مريم مبارح لأن هي بقت موكلة لقضية جديدة لياسين وشافتها مبارح وشافتها كمان الصبح وطلب منها صلاح عنوان ياسين الألف في نفس الوقت ده كان ياسين بيوصل صرر للعربية كانت بتشكره على اللي عمله معها وفي نفس الوقت ده صلاح كان بيرقبه وكان ماشي وراها أم محمد بقى كانت عايزة تروح تبلغ عن صلاح إنه هو اللي قتل محمد ومنها كانت منعها كانت عملة تقنحة أن هي تصبر شوية لإني نعمة هتجيب حق وأم محمد خدت الموبايل بتاع منا وكسرده علشان ما تكلمش نعمة صارة بقى في الوقت ده رحت على البنك وصلاح كان بيرقبها فدل ماشي وراها وكان عايز يعرف هي حطت إيه وحطت كم ياسين بقى راح للنعمة ونعمة كانت بتقوله إنها كانت عايزة تخلف من زمان بس صلاح اللي كان رافق صارة بقى بعد ما خلصت الإدع رمت الورقة بتاعت الإدع في البسك بعد ما خرجت من البنك صارة شاف الورقة اللي كانت مرميها في البسك ده علشان يعرف إيه هو الرقم اللي هي حطتها والرقم طالع 13 مليون و600 ألف وكده صارة بصم بالعشرة إن صارة هي لأخذت الفلوس صارة كانت بتكلم ياسين على تليفون وصلاح برضو كان بيرائبها من بعيد وبيسمحها وهي بتتكلم في التليفون وكانت عملة تقول لي ياسين إن انت وحشتني قوي بس أنا مش عارف أرد عليك علشان خاطر صارة مش مديني فرصة وفي الوقت ده بيدخل عليها صارة وبيقول لها وانا كمان موحشتكيش طبعا صارة صدمت لما صارة دخل عليها وفي نفس الوقت صارة ونعمة كانوا بيسمعوا المكلمة وصارة بيقول لصارة أنا متجوزتكيش عشان بحبك أنا كنت بس بقضي يومين أنا بس اتجوزتك 3 أسابيع وفي الفترة دي قدرت تدخونيني فيهم وبيقول لها غير إن انت سرقتي فلوسي وهي قالت له أنا معرفش حاجة عن فلوسك وتخنقوا مع بعض الحد دم صلاح مسك في زمارة رقابتها وما سبهاش اللوية ميتة وكل ده نعمة وياسين بيسمعوا لدير ما بينهم وبعد ما بتسمع نعمة صلاح إن هو قتل صارة بتتصل بالبوليس في الوقت ده كانت أم محمد راح يتقدم يتبلاغ في اسم الشرطة إن ابنها تقتل وإن اللي قتلوا صلاح صلاح بقى ما عنده شغر طريق دفن واحدة إن هو بيلفي في السجادة ويروح يدفنها وده اللي كان عايز يعمله مع صارة للمرة التانية لفقه في السجادة وطلع حطاه في شنطة العربية وافتكر في المرة الأولانية إن المكتبة اللي قدامهم فيها كاميرا فراح المكتبة وقصر الكاميرا وأخذ الهاردون ملحاش يروح يدفن صارة للأسف لإن كان معمله كمين والبوليس أول ما فتح شنطة العربية لأصارة ملفوفة في السجادة طبعا هو ماشي معاهم كان بيقاوح وكان عم اللي يقول أنا مقتلتهاش أنا جيت لقيتها ميتة أنا معرفش حاجة نعمة راحت الاسمة عند الستة أمه محمد وعرفت إن هي قدمت بلاغ ضد صلاح ونعمة بتدور على حد من قريب صارة علشان تترافع في قضيتها وبعد 8 شهور نعمة رايحها المحكمة علشان تترافع في القضية وطبعا نعمة بتكسب القضية وصلاح بتتحول أوراقه للمفتي وبيجي لها الواجع والطل قدام باب المحكمة وبيخضوه على المستشفى وبتقوم بالسلامة وبيعمله السبوع وبيكون الكل فرحان وبيسموا المولود سعيد وبعد كم سنة سعيد بيكبر ونعمة بتتجوز ياسين وبيكونوا مبسوطين ودي تبقى النهاية